اللغة العربية لغة غنية بالمفردات والمعاني كذلك اللغة الإيطالية فيها نفس الميزة ولكن اللغة الإيطالية حجمها أقل ده ما يمنعش أنه عندنا Verbo أربع أفعال من نفس المعنى زي إيه؟ عندنا على سبيل المثال Vedersi Vedersi اللي هو بمعنى يلتقي أوكي وهو Verbo Reflexivo يعني فعلا منعكس التبادل لما بنيجي نصرفه فإحنا بنصرفه مع النوي والفوي واللورو زي لما نيجي نقول نوي تشفيديامو عندنا كمان Encontrarsi Encontrarsi إن إحنا نتقابل مع حد زي مسلا ما جاول Io Enmarco Che Encontrariamo Domani يعني سوف نلتقي غدا عندنا كمان Troversi Troversi إن إحنا نتلاقى في مكان زي لما جاول Io Eluiza Cytro via domani davanti al cinema يعني أنا وليزا هنلتقي بكرة ولس قدام السينما عندنا بقى Arrivedersi اللي أنا لسا إلا بس مزودينه المقطع R-E للتكرار اللي هو نلتقي مرة أخرى زي لما جاول Io Luisa Chi R-Vidia Muanke Do Budo Magna Maquista Volta Inuna Restorant مهم جدا إن إحنا نعرف القواعد اللغوية دي علشان هتسهل علينا عملية إن إحنا نصرف الأفعال بصورة سريمة نستخدمها في مواقف الحياة اليومية والشخص اللي يكون واقف قصادنا بيسمعنا يكون فاهمنا جدا أشوفه الفيديو جاي